أنا روبرت فورد الصفير الأمريكي لدى سوريا وكان عندي يومين مكثفين خلال 48 ساعة اللي فتت مبرح زورنا المخيمة إصلاحية على الهدود التركية السورية وكلمنا ما لجئين سوريين هناك نقاشنا الحياة الصعبة اللي عندهم وكلمنا عن المساعدات الأمريكية وفرنا مثلا خيمات مادة غذائية إلى خيره اليوم في العاصمة التركية اجتمعنا مع مسؤولين التراك وكمان ما قادت من الاعتلاف المواردة السورية وكلمنا عن كيف ممكن نتعاون مع بعض لكي نعالج مع بعض يعني سوى الأزمة اللجئين السوريين بكرة الوافت سيزور الأردن وبعدين نروح إلى المؤتمر الدولي الكبير في الكويت ونكلم مع البلدان عن الأزمة السورية بخصوص اللاجئين وكيف كل البلدان في العالم ممكن نتعاون لمؤالجة هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر